أنت بقول في المقدمة النهاردة صحيح الإسماعيلي خسر النهار 3 واحد قدام النادي الأهلي ولكن الإسماعيلي قدم مباراة محترمة وظهر فيه كثير من العناصر مبشرة جدا في المستقبل الإسماعيلي خسر مباراة لكن كسب احترام الجميع بتتكلم النهاردة يا مستر كولر الراجل بكل أمانة ومهنية بيتكلم بدي النادي الإسماعيلي حقه بمديره الفني بلعبته وقال إن هما كانوا نهدي ودي حقيقة فعلا انت عارف يا كريم في حاجات احنا دائما بنتفق أي كلام ممكن يتقال لكن الأرقام والإحصايات ما بتكذبش خالص هي دايما العالم كله بيشتغل على كده أعتقد نادي الإسماعيلي النهاردة في كل الأرقام والإحصايات متميزة عن نادي الأهلي إلا التهديف هو تفوق في الاستحواز وتفوق في المحاولات وكنت مكلم حالك قبل ما نخش كمان إن هو كان لقوا ست محاولات على المرمى وست محاولات للأهلي على المرمى بس الأهلي عشان عنده خبرات عظيمة جدا قدري سجل ثلاثة أهداف الإسماعيلي من ست محاولات على المرمى سجل هدف واحد دي حقيقة جودة لعبة الأهلي عالية جدا يعني أنت كلمت باستفادة في الحتة دي بصراحة ربنا وفعلا نادي الأهلي قوي جدا جدا السنة دي مستقر وجود المدير الفني معاهم بالسنة اللي فاتت يعني مديون قوة كمان فريق زي ما بتكلم سكواد محترم عنده بدائل شوف يا كريم دور على اللي بره العشرين أيوة هتلاقي لعبة يعني ولكن اللي بره قائمة الأهلي النهاردة مثلا جهربة صلاح محسن كريم فؤاد كريستو أكرم توفيق كريم ندفد عامل السلية دول بره قائمة خالص لعدك النهاردة هتلاقي أحمد عبدالقادر طهر محمد طهر أبشا مرانا عطية يعني اللي جي في بالي يعني رضا اللي هو المغرب رضا سليم طبعا فانت تتكلم في عناصر كلها قوة جدا هو ده الكلام لما يبقى الأهلي بالقوة دي وبعدين مش بس يعني بتكلم في سكواد بس لأ ده فائقين كمان يعني لأ لأ فريق كبير والنادي الإسماعيلي من هنا أنا بتكلم إن لما نادي الإسماعيلي يبقى بسكواده يعني اللي يبقى عمرهم صغر فيه اللي يبقى أول مرة تلعب قدام للأهلي في ستاد برج العرب وكده يعني لما يقدوا الأداء ده مش خايفين عندهم شخصية والشخصية دي خدوها من مديرهم الفني جابتن أهاب جلال صح اللي هو صمم وصمم على طريقة لعب وعلى استحوازه وعايزه وده طب من لعبته أعتقد النهاردة نادي الإسماعيلي مخسرش نادي الأهلي كسب نادي الإسماعيلي كسب احترام الجميع نادي الإسماعيلي بيبني على كده لأن احنا عارفين المشاكل فيها النادي أيوة ولازم نبقى يعني منصفين في حاجة زي كده أعتقد أن جماهير النادي الإسماعيلي دايماً كريم الناس بتتكلم بتوع كورة بجد بجد يعني ناس كلهم كوراجية وناس كلهم يكلموك في تشكيل ويكلموك في تكتيك ويكلموك في حاجات مداربين وفاهمين الوضع يعني أنا كنت سيبقى أقول لك قبل أن أخشي الهوى جمهور الإسماعيلي لما شفت مثلاً في مباراة الاتحاد داعم ومشجع وهقولها وبصراحة أنا كنت بقول لك قبل الهوى بس هقولها الوقت أحلى مباراة تشوفها في الدوري السنادي بالجماهير تشوفها في السنة اسمعالية جمهور في نص المدرجات كده اللي هي مدرجات الدرجة التانية لشان ده مدرج الإسماعيلي الخاص جداً تحسوا منه جوه المباراة عيشك لحظة عظيمة جداً كاملة فأحلى مباراة تشوفها من جماهير النادي الإسماعيلي مباراة الإسماعيلي السنادي على ملعبه بس الأهم أنهم دعمين وسندين ومتفاهمين اللي بيحصل دي مهم لأن خلي بالك مهم أن الجهاز الفني يشتغل بريحية ويشتغل في ظروف صعبة والناس تبقى عارفة الناس دي بتتعب إزاي الناس دي بتتعب عملت فريق فيهم لعيبة صغيرة وفيهم يعني مشاكل عشان تعمل فرقة وانت ما عندكش برضو فيه أماكن فيها مشاكل كبيرة زي ايه الأماكن اللي فيها مشاكل لسه كبيرة يعني النهاردة انت ياه وده ما بيلعبش رقم تسعة يعني لما بتبقى عندك بيلعب مثلا جناح يمين أو شمال عنده سرعات بيساعدك بشكل كبير والسان الفاتح كان موجود طبعا وجود برضو باس المرسي لعيب كبير وإن شاء الله يبقى متواجد الفترة الجاية لكن انا بتكلم انه عندك مشكلة في المكان ده صح عندك مشكلة عندك مشكلة في محاول الارتكاز عندك مشكلة في في الأظهرة في المساكين عما بتكلم مشكلة اللي موجودين أقوية جدا جدا فيه لعيب يعني معنش محمد ناصر ده خليك فاكر كده يا كريم يعني صح يعني لكن لكن الناس بتشتغل بشكل احترافي اشتركوا في القناة